بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية للصف السادس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس قراءة الوقت الذي تشير إليه الساعة الكاملة أحبايا الطلاب والطالبات هيا نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا أن يتعرف الطالب والطالبة على قراءة الوقت الذي تشير إليه الساعة الكاملة ثانيا أن يشير الطالب والطالبة إلى الوقت الذي تشير إليه الساعة الكاملة ثالثا أن يقرأ الطالب والطالبة الوقت الذي تشير إليه الساعة الكاملة رابعا أن يلون الطالب والطالبة الساعة التي تمثل الساعة الكاملة خامسا أن يرسم الطالب والطالبة أقالب الساعة حسب الوقت المعطا إذن أحبايا الطلاب والطالبات تعرفنا في الدروس السابقة على الساعة الكاملة وأيضا على مكونات الساعة إذن تتكون الساعة يا أحباي الطلاب والطالبات من أرقام ومن عقارب إذن يوجد داخل الساعة ثلاثة عقارب عقرب للساعات وعقرب للدقائق وعقرب للثواني إذن هيا نشاهد هنا يا أبطال إذن سوف نقوم بترتيب الأرقام داخل هذه الساعة إذن هيا نشاهد يا أبطال واحد إذن هنا الساعة الواحدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة العاشرة الحادي عشر وهنا الثاني عشر إذن ها هي عقارب الساعة إذن نشاهد هنا يا أبطال إذن العقارب الصغير عادة يشير إذن العقارب الصغير عادة يشير إلى الساعات إذن هنا الساعة الثانية وهنا عقارب الدقائق يشير إلى تمام الساعة إذن لدينا هنا الساعة الثانية تماما إذن هنا الساعة الثانية تماما أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات إذن مكونات هذه الساعة تتكون من أرقام إذن الساعة الواحدة الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة الساعة السادسة والساعة السابعة والساعة الثامنة والساعة التاسعة والساعة العاشرة الساعة الحادي عشر وهنا الساعة الثانية عشر إذن أحباء الطلاب والطالبات هذه الساعة أرقام هذه الساعة مكتوبة باللغة الإنجليزية هيا نقوم بكتابة هذه الأعداد أو هذه الأرقام باللغة العربية هنا الساعة الواحدة الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة الساعة الخامسة الساعة السادسة الساعة السابعة الساعة الثامنة الساعة التاسعة وهنا الساعة العاشرة الساعة الحادي عشر وهنا الساعة الثاني عشر إذن أحبايا الطلاب والطالبات قلنا أن هذه الساعة تتكون من ثلاثة عقارب عقرب الساعات وعقرب الدقائق وعقرب الثواني إذن هنا يا أبطال عقرب الساعات إلى أين يشير أحسنتم يشير إلى الساعة السابعة إذن هنا عقرب الساعات يشير إلى الساعة السابعة وعقرب الدقائق هنا وعقرب الثواني يشير إلى الثاني عشر أي تماما إذن هنا الساعة السابعة تماما إذن هنا يا أبطال الساعة السابعة تماما أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا في هذا النشاط الإثرائي ماذا نشاهد هنا؟ الساعة الثانية إذن أين هي الساعة الثانية في هذه الساعة؟ إذن هذه الساعة خالية من العقارب هيا نضع عقرب الساعات إلى أين يشير؟ أحسنتم يشير إلى الساعة الثانية وعقرب الدقائق أحسنتم يشير إلى الثانية عشر أي تماما إذن الساعة الكاملة إذن الساعة الثانية تماما أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات وهنا يا أبطال الساعة الثالثة تماما إذن الثالثة تماما إذن أين نضع أقرب الساعات؟ أحسنتم يا أبطال نضع أقرب الساعات هنا باتجاه الساعة الثالثة إذن بهذا الاتجاه وعقرب الدقائق يكون باتجاه الثانية عشر أي تماما إذن أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات ضع خطا أسفل الوقت الذي تشير إليه الساعة الكاملة إذن أحباي الطلاب والطالبات في هذا النشاط لدينا هنا ساعتان إذن لدينا ساعة الساعة الكاملة وأيضا لدينا هنا الساعة ليست كاملة هيا نشاهد إذن هذه الساعة تشير إلى الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة وهنا تشير إلى الساعة الثالثة الثالثة تماما إذن هيا نضع خطا أسفل الساعة الكاملة أين هي الساعة الكاملة يا أبطال أحسنتم ها هي الساعة الكاملة إذن هنا عقرب الدقائق يشير إلى الساعة الكاملة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن شاهدوا معي هنا يا أبطال هيا نشاهد لدينا هنا هذه الساعة إذن في هذه الساعة يا أبطال تشير هذه الساعة إلى الساعة إذن تشير هذه الساعة إلى الساعة الرابعة الرابعة تماما إذن هنا عقرب الدقائق يشير إلى أعلى الساعة إذن الساعة الرابعة الرابعة تماما وهذه الساعة يا أبطال هيا نشاهد إذن هذه الساعة تشير إلى الساعة الرابعة الرابعة تماما إذن هذه الساعة تشير إلى الساعة الرابعة تماما إذن هنا عقرب الساعات العقرب القصير هنا يشير إلى الساعات إلى الساعة الرابعة إذن وهنا عقرب الدقائق يشير إلى أعلى الساعة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة مئة وأربعة وعشرون إذن في النشاط الثالث أرسم عقرب الساعة حسب الوقت المعطى إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نرسم عقارب الساعة باتجاه الوقت المعطى إذن أعطنا هنا الوقت الساعة الثانية تماما إذن هنا لدينا الوقت الساعة الثانية تماما إذن إلى أين يشير عقرب الساعات إذن إلى أين يشير عقرب الساعات أحسنتم باتجاه الساعة الثانية وعقرب الدقائق باتجاه أعلى الساعة باتجاه الثانية عشر إذن ها هي الساعة الثانية تماما إذن ها هي الساعة الثانية الثانية تماما أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درس آخر